قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان حلقة متميزة بعنوان نبية الأردن المنسية رعوث المؤابية حيث صداف البرنامج في الستوديو الأب أنطونيو الصبحي رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس في الأردن وقد تحدث قدسه خلال الحوار عن حياة النبية رعوث بنت مؤاب في الكرك وإحدى جدات المسيحي له المجد وهي سيدة أممية وليست يهودية مشيرا إلى أنه بصدد إصدار كتاب يوثق سيرة هذه النبية فإلى هناك سفر رعوث طبعا هو سفر صغير لكن وجوده في العهد القديم في الإنجيل المقدس له حكمة الآن أبونا رح يحكي لماذا ذكر هذا الاسم وهذه القصة بالذات لأنه في حكمة من وراءها ما فيه إشي بنذكر بالكتاب المقدس إلا له خلفية من الحكمة والدرس نأخذه لنصير في حياتنا أبونا نشرح أحكي عن رعوث بس أنا بشكرك على اختيارك هذا الموضوع لكي أنا أيضا أتنور عن هذه النبية وما بعرف ليش هي نبية يعني سمية نبية أنت كمان تعطينا الاسم والاسم تاع العنوان مثل ما أنت ذكرت هو عنوان الكتاب اللي أنت عم بتحضر لإله فتفضل أبونا للحديث أول إشي أنا بشكر ربنا أنه عطاني هالفرصة أن أنا أجي هون في هذا اللقاء وبشكر حضرتك طبعا الدكتورة باسمة على الدعوة وبشكرك على أدائك المتميز في كل ما تقدمه القناة لمعظم دول العالم فكما ذكرت من قبل أنكم تقومون بعمل كرازي مقدس هام جدا كل البشر في مسيس الحاجة إليه في أيامنا هذه الموضوع هذا نبية الأردن المنسية لأنه فعلا هي منسية قليلون الذين يذكرونها رغم أن هي خرجت هذه المرأة من الأردن مؤاب اللي هي محافظة الكرك حاليا طبعا ذاكر ارتباط مؤاب والكرك وكل هذا مذكور في الكتاب بس يعوزنا الوقت أن نشرحه بالتفصيل هي خرجت من الأردن وهي إلها سفر زي ما تفضلت حضرتك في العهد القديم أربع إصحاحات أربع إصحاحات وهي الوحي طبعا الكتاب كله كله محابيه من الله كما ذكر في الكتاب فترتيبات الوحي الإله ترتيبات الله أن يوضع هذا السفر الأربع إصحاحات المليء بدروس روحية مستفادة نحن في مسيس الحاجة إليها الآن الآن في هذا لأن المسيح له المجد قال أنا أمس واليوم وإلى الأبا فمش معناته أن هذه قصة صارت في العهد القديم لا كل حرف في الكتاب المقدس فيه قال السيد المسيح كلامي روح وحياة الأربع إصحاحات ترتبات الله أن يأتي هذا السفر بعد سفر القضاء وبعده يجي بعد سفر الرعوس يجي سفر سمويل الأول ترتيب إلهي عجيب هي من العهد القديم ما كانتش يهودية هي كانت أممية الأمم هدول اللي كانوا لا يعبدون الله هي قيمتها زكرت في الكتاب المقدس في العهد الجديد شوفي كام ألف سنة بين هون وهون في العهد الجديد زكرت في إنجيل متى الإصحاح الأول وأكد القديس متى الإنجيلي البشير أكد أن هي واحدة من جدات المسيح له المجد لما ذكر سلسلة أنساب المسيح في الإصحاح الأول قال كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهودة وإخوته مشي في سلسلة الأنساب وبعدين وبوعز اللي هو موضوعنا اليوم ولد عبيد من رعوث هذا في الإصحاح الأول وعبيد ولد يسا ويسا ولد داود الملك لحد مواصلنا للسهل المسيح فالقديس متى في الإصحاح الأول بيأكد أنه رعوث المؤابية رعوث الكراكية هي جدة من جدات المسيح أثرت على عرفة عرفة يعني عنق معنى الاسم أثرت عليها إرجاعي بيت أهلك إرجاعي بيت أهلك لما إجد بقى لرعوث موضوعنا يعني قالت لها إرجاعي لأهلك أنت مشا تيجي معي راحت رعوث قالت أنا كتبت في الكتاب تسبحة قلبية إلا قلت لها كلمات في منتهى القوة يقول الكتاب المقدس في الإصحاح الثاني فقالت رعوث لحمتها نعمة لا تلح علي أن أترككي وأرجع عنكي لأنه حيثما ذهبتي أذهب وحيثما بتي أبيت شعبك شعبي وإلهك وإلهك إلهي من هنا بدأت تقبل الحياة الروحية اللي شفتها ولمستها وعاشتها كم سنة عدة سنوات مع شعبك شعبي وإلهك إلهي شوف الجملة اللي جاية يعني طبعا ما فيش هلا بنت تسترجي تحكيها لكنتها ينقلب الموضوع رأسا على عقبات شوف تقول حيثما متي أموت وهناك أندفن نعم يعني هناك أندفن يعني مش بعد ما تموت في ستين سلامة يعني نخلص بقى ونرتاح لا بعد ما تموت أنا هضل هناك وهناك أنا هموت كمان وأندفن القصة كمان أنت اللي حكيتها تبين هالعلاقات اللي احنا نفتقرها حاليا علاقات الأسرية العلاقات الاجتماعية ما بين العائلات ما بين هناك من يضم العادات والتقاليد اللي كانت سائرة شوف الاحترام يعني أنه أنت لك ولي وفي إذا ما أدر الولي الأول في إليك الولي التاني فيش حد بيتجاوز التاني ما في حدا بتعدى على حق التاني كان فيه هناك روابط يعني قانون من الشرائع والهايب لكن قوانين كلياتها محكية وليست مكتوبة أحيانا نحن القوانين بتكون مكتوبة ولا نسير عليها فهذاك هذاك المجتمع نحن فيه منه رواسب الآن وإنت عم تكتب وشو اللي حرك فيك هاد الغيرة أو هاد الحب هاد الشغف في هذي برعوس النبي أحيانا لأنه وجدت فيها صفات روحية احنا في مسيس الحاجة ان احنا نعيش ونتعايش بيها هذا اول اشي تاني اشي تقابلت مع مجموعة كبيرة من اهل محافظة الكرد كان مش الكل كان بيعرف ان رعوص المؤبية طلعت من عندهم مش الكل فربنا ارشدني الى موضوع الكتاب في احدى المجالس قبل كورونا ما تصير كنت في اجتماع عائلي خاص مع عائلتين من العائلات الكبيرة او عشرتين من العشائر الكبيرة في الكرك فكان في خلاف بينهم وطلبوني ان انا اتواجد فوانا رايح بسيارتي ربنا قد فكري انه ما كانش الموضوع في ذهني خالص يعني قال ربنا قد فكري كيف هدي بين العائلتين وهيكا فربنا قد فكري انه انا اعادنا وهيكا وكان بقى في شد عصبي هون وهون فقلت لهم انتو قبل ما ندخل في المناقشات انتو معاكم خبر ان طلعت من عندكم من هون جدة المسيحة قالوا له كيف هدي من هون من عندنا قالت له ما او من عندكم وروح تحكي القصة باختصار شديد يعني انقلب الموضوع 180 درجة وطلعوا حبايب بسبب القصة هدي كنت في زيارة للاراضي المقدسة منذ اربعة ايام يعني وحضرت مبارح المساء من الارض المقدسة زرنا فيها ناصرة وبيت لح وأيضا رعاية من منطقة سخنين كنائس ارتوكسية قمنا بزيارتها وطبعا استضافتنا عائلة جدا رائعة من لديها منها الروحانية ولديها من الحب والغيرة على الكنيسة هم وأشخاص آخرون من المجلس الرعوي أيضا عائلة غنطوس وأقرباهم وأصدقائهم وكل الرعية الأرتوكسية والمسيحية الموجودة في منطقة سخنين ومنطقة سخنين هي منطقة موجودة قريبة من مدينة الناصرة فاللي بعرف المناطق يعني تعريبا 30 دقيقة عن مدينة الناصرة وهي منطقة رائعة جميلة ببساتينها وطبيعتها وناسها وكنائسها طبعا الوضع يعني مزبوط عم نحكيه بوضع جميل لكن هناك أيضا كمان أسى في قلة الإمكانيات وقلة الحركة لكن الناس بصمودهم وإيمانهم ومحبتهم لأرضهم لوطنهم لكنائسهم صامدونا في الأرض ويعملون ويعيشون أولادهم وأجيال أجيال عم بتعيش في هذه الأرض فكان إلي فرصة إني أتعرف عليهم وكانت نعمة وبركة كتير كبيرة حلوة كتير اشتركوا في القناة